موسيقى السلام عليكم الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين موسيقى التقارب الايراني المصري ردم الهوة السياسية يمد الجسور الاقتصادية موسيقى اسرائيل تحارب حمضيات غزة خشة جودتها العالمية موسيقى اهلا بكم الرئيس الايراني محمود احمد النجاد في مصر زيارة تاريخية على مستويات عديدة في ظل رغبات مشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز عامل الاستثمار المشترك موسيقى زيارة بعنوين سياسية لمناسبة اسلامية بمضامين جزء منها اقتصادية وتجارية محمود احمد نجاد اول رئيس ايراني يزور ارض الكنانة منذ عام 1979 في ظل امال بتطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية بين القاهرة وطهران بعد فترة من الجمود السياسي بلدان يمتلكان كل مقاومات الاقتصاد الضخم الا ان حجم التبادل التجاري بينهما لا يزيد على مئة مليون دولار فقط وهو رقم متواضع بالنظر الى حجم اقتصاد البلدين ومن المفارقة ان نسبة الصادرات المصرية لايران لم تتجاوز واحدا في المئة مما يصدر الى دول العالم فيما يمثل حجم تجارة مصر مع اسرائيل ضعف حجمها مع ايران بنسبة اثنين ونصف في المئة علاقات اقتصادية خجولة تحمل ترسبات الماضي المتوتر سياسيا وامنيا وهي لا تزال تنتظر تحقيق اختراق على مستوى العلاقات السياسية ثورة الخامس والعشرين من يناير فرضت الكثير من التحولات على صعيد العلاقات الاقتصادية ورغبة القاهرة في اعادة سياغة علاقاتها الاقتصادية مع الدول الافريقية وايران اول الغيث استثمارات ايرانية في مصر تقدر بخمسة مليارات دولار في مشاريع صناعية وتجارية ما سيوفر اكثر من ستة الاف فرصة عمل وذلك للمرة الاولى منذ نحو ثلاثين عاما استثمارات ستعود حجم ما فقدته مصر من الاستثمار الاجنبي المباشر الذي تقدر نسبة تراجعه بثمانين في المئة حيث ستتركز على صناعة البيترو كيميائيات وتسييل الغز وبينما تخطط احدى شركات الايرانية للحصول على حقوق امتياز للتنقيب والكشف عن الغاز والبترول في الصحراء غرب البلاد وانشاء معمل للتكرير يبدي مستثمرون ايرانيون رغبة باقامة مصنع لتجميع السيارة الايرانية ساماند بالاتفاق مع الشركة صاحبة العالمات التجارية ايران خدرو بتكلفة استثمارية تبلغ نحو ثمانين مليون دولار افاق العلاقة الاقتصادية والتجارية بين مصر وايران توسعت نحو الفضاء حيث تدرس وزارة طيران المصرية امكان تشغيل خط طيران المباشر بين البلدين والاستفادة من مطار القاهرة كمحطة ترانزيت للركاب الايرانيين المتجهين الى امريكا وافريقيا واسيا الاحتياطي النقضي في مصر لا يغطي سوى ثلاثة اشهر فقط من واردات البلاد هذا ما كشف عنه وزير التخطيط والتعاون الدولي اشرف العربي واضاف ان الحكومة تعد خطة عجلة لتخفيض عيز الموازنة ورفع الاحتياطي النقضي رغم انها مسئولية البنك المركزي اما عن الاتفاق مع صندوق النقض فقال ان الخبراء الاقتصاديين اجمعوا على ضرورة ضخ مصادر دخل من خارج الاقتصاد وهو ما يبرر اهمية التوصل لاتفاق مع الصندوق اكبر منتج للحبوب والزيوت النباتية في العالم اوكرانيا تسعى لزيادة صادراتها الزراعية الى ايران بحسب وزير الزراعة الاوكراني وتظهر بيانات وزارة الزراعة ان صادرات اوكرانيا لايران زادت بنسبة ثلاثة وثمانية اعشار في المئة العام الماضي الى مليار ومائة وسبعين مليون دولار من بينها منتجات زراعية بقيمة سبعمائة مليون دولار قفز سعر الصرف الرسمي للليرة السورية وتجاوز حاجة 80 ليرة مقابل الدولار مسجلا رقما قياسيا للمرة الاولى في تاريخه وسجل الدولار بحسب مصرف سوريا المركزي 80.50 ليرة للبيع و80.20 ليرة للشراء ووصل الدولار ثباته في سعر الصرف بالسوق السوداء عند 94 ليرة للبيع و93 ليرة للشراء للشراء غزة التي كانت أحد أهم مصدري الحمضيات في العالم تحولت إلى مستورد لهذا المنتج الزراعي والأسباب عديدة أهمها تجريف إسرائيل مساحات كبيرة من الأراضي المزروعة بالحمضيات والزحف العمراني أحمد غانم من غزة بعد أن كانت غزة أحد أهم مصدري الحمضيات في العالم انتقلت إلى قائمة المستوردين أما إسرائيل فهي المسؤولة طبعا وللحكاية بقية فشهرة القطاع بزراعة الحمضيات تلاشت بعد أن جرف الاحتلال أكثر من مليون وستمائة ألف شجرة حمضيات على مساحة أربعين ألف دنو من خلال السنوات العشرة الماضية لينخفض إنتاج القطاع من مئتين وسبعين ألف طن سنويا إلى سبعة وعشرين ألف طن فقط وتحل الحمضيات المصرية المهربة عبر الأنفاق بديلا لسكان القطاع هذه كانت خمس سابين دنو مزروعة من جميع الحمضيات شاموطة بلانسيا كلها جرفت على ثلاث مراحل ولم يظل تبقى منها شيء عشرة بالمئة فقط من الأراضي التي جرفتها إسرائيل تم إعادة زراعتها من أصل ستين بالمئة من الأراضي المنتجة للحمضيات تقع معظمها على الشريط الحدودي قضت إسرائيل بتجريفها على أكبر منافس لها في الأسواق الأوروبية أما تكاليف الباهظة فقد دفعت الناس للبحث عن استثمارات بديلة علاوة عن زحف عمراني قضى على ما تبقى من إنتاج القطاع سياسة إسرائيل كانت تسعى جاهدة للتخلص من الحمضيات لزراعة غلات أخرى غير الغلات اللي بدها اللي هو الحمضيات حتى تخلص من المنافس إلها في الخارج وهو الحمضيات اللي عندنا وتوسع زراعة غلات هي في حاجة لتصديرها ونظل ظروف قطاع غزة حيث الأيد العامل الرخيصة العامل الثاني اللي هو توسع العمراني في قطاع غزة في قطاع غزة بعد الاحتلال مباشرة كان حوالي ما يقرب من 900 ألف اليوم في عدنا مليون و700 ألف معنى ذلك أنه كفي توسع عمراني على حساب الأراضي الزراعية غياب المنتج الفلسطيني فتح المجال أمام كثير من التجاري لاستيراد الحمضيات المصرية على رداءة جودتها إذ تشهدوا إقبالا ملحوظا خاصة من ذوى الدخل المحدود أما المنتج الفلسطيني ذو الجودة العالية فله زبائنه الناس نوعيتين في ناس بدوره على الأجود اللي هو الفلسطيني وفي ناس بدوره على الأرخص اللي هو المصري فكل الإنسان حسب دخله المصري طبعا أسعار تيجي رخيصة جدا طبعا مع رداءة الجودة تيجي رخيصة جدا عليها إقبال لأنه الناس بدوره يعني نسبة كبيرة بدوره على خاصة المحدود الدخل على الأرخص تشجيع الحكومة للمنتج الوطني عبر دعم المزارعين وتحديد الكميات المستوردة يعيد إنعاش سوق الحمضيات الفلسطينية ليعود للمنافسة مجددا وسط غياب دام سنوات أحمد غانم غزة الميادين الفلسطينيون يخسرون سبعة مليارات دولار سنويا بسبب الاحتلال الإسرائيلي بحسب تقرير لمنظمة التعاون الإسلامي التقرير أشار إلى أن الخسائر الكبيرة تأتي نتيجة السيطرة الإسرائيلية على الموارد الطبيعية الفلسطينية واستخدامها يضاف إلى ذلك التلوث البيئي والتأخر في المجالات الاقتصادية والصناعية وصعوبة تطورها والقيود الإسرائيلية على تنقل الفلسطينيين في الداخل كما ركز التقرير على أن تدهور الغروف المعيشية للفلسطينيين يأتي بسبب ارتباط اقتصادهم بإسرائيل مبينا أن الاحتلال يسيطر على معظم المياه الجوفية في غزة والضفة الغربية ولا يحصل الفلسطينيون منها إلى 32% فقط تخوف اوغسطين كارسنز محافظ بنك المكسيك المركزي من أن تواجه الأسواق النشأة هروبا للرسميل بسبب ضعف الاقتصاد العالمي وتخوف كارسنز من أن يؤدي التضفق الحالي للرسميل إلى تكون فقاعات تتمثل في تسعير خاطئ للأصول ثم تغير في اتجاه التضفقات مع بدء الاقتصادات المتقدمة الكبرى في الخروج من السياسات المالية شديدة التيسير خفض المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية لبريطاني توقعاته لنمو الاقتصاد في بلاده بعدما كانت التوقعات السابقة تشير إلى أن معدل النمو يتجاوز واحدا في المئة الاقتصاد الذي يعاني من الكساد ينمو وفق التوقعات الجديدة سبعة بالألف خلال العام الحالي ويتوقع المعهد أن ينمو اقتصاد بريطانيا في 2014 بنسبة واحد ونصف في المئة مقارنة مع توقعات سابقة بتحقيق نمو فوق هذه النسبة على منطقة اليورو أن تضع سياسة لسعر الصرف تحمي العملة الرئيس الفرنسي فرنسواء أولوند حذر في أول كلمة يلقيها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ من تخلي أوروبا عن دورها في حماية اليورو ودعا إلى التوفير في الموازنة الأوروبية وليس إضعاف الاقتصاد يمكن لأوروبا أن تستفيد من أسواق كبيرة وواسعة لكنها واجهت المنافسة غير الشريفة بأسلوب خاطئ وتركت عملتها اليورو عرضة للحركات غير العقلانية يجب أن لا يغيب عنه أن النمو في أوروبا بات ضعيفا للغاية ومستوى البطال المرتفع بشكل قياسي يبين عمق الأزمة وأنها ليست آنية كما قيل إن أي منطقة ذات عملة موحدة يجب أن يكون لديها سياسة لأسعار الصرف وإلا سينتهي بها الحال خاضعة لسعر صرف لا يعكس حقيقة وضع اقتصادها نبقى في منطقة اليورو حيث تتعرض المتاجر لخسائر كبيرة بعدما تراجعت مبيعاتها بأكبر نسبة في ثمانية أشهر في شهر كانون الأول ديسمبر الماضي ما يعكس حالة الكساد التي تسيطر على منطقة العملة الموحدة مكتب الإحصاء الأوروبي يورستات ذكر أن حجم تجارة التجزئة في سبع عشرة دولة تتعامل باليورو هبط ثمانية عشر في المائة في كانون الأول ديسمبر مقررة بالشهر الذي سبقه وهو أكبر انخفاض منذ شهر نيسان إبريل مع هذا الخبر نأتي إلى ختام الاقتصادية المفصلة الميادين دوت نت لمزيد من المتابعة شكرا لكم اشتركوا في القناة